بسم الآب والابن والروح القدس إله الوحد أمين ولي ربنا كل مجد وكرم وثبات وعزة في هذه الكنيسة وكل كنيسة أمين بشكر في البداية محبة نيافة الأنبى مارتيوس أسكف عام كناية شرق السكة الحديد على دعوته لها النهاردة في محاضرة في مركز نكيا وهنتكلم فيها النهاردة عن تأملات في تفسير المزمور العاشر المزمور العاشر مزمور جامل جدا وبيدي فكرة عن الصراع اللي ميجود دايما بين الإنسان الروحاني في علاقته مع ربنا عندما تسير الظروف عكسه يعني الموضوع ما يكون ماشي مش زي ما هو عايزه أو مش زي ما هو متوقع أن يكون ماشي عشان كده بداية المزمور بيسأل داود النبي سؤالين بيقول يا رب لماذا تقف بعيدا دا سؤال السؤال الثاني لماذا تختفي في أزمنة الضيق سؤالين مهمين قوي وكأن هنا بيتساؤله الأبغار السؤال داود دايما يا رب لماذا تقف بعيدا لماذا تختفي في أزمنة الضيق ليه أنت بعيد ليه فينك مكانك فين بتعمل ليه ما اشتغلش دلوقتي كأن البار في حالة عتاب مع ربنا كأن الشخص الصديق بيتكلم مع ربنا السؤال داود هو سؤال بعقلية البشر مقبول وبعقلية البشر مقبول حتى لو الشخص صبار هو بشر في الأول في الأخير بيسأل السؤال بالطريقة دي ومحور صفر أيوب كله بيدور حوالي الحكاية دي حوالي السؤال دا لأن بيدور حوالي أن الشرير ينمو وبيزداد شر لكن ربنا طويل أنا وبيصبر عليه وبالتالي الإنسان القرية من ربنا بيتستغرب يا رب أنت ليه سيب مثلا فلان دا يضطهدني ليه سيب دوتي مش عارف يعمل إيه ليه دوتي بينجح وانا لا ليه دوتي بيتميز وانا لا كل دا في بداية العتال نقول أو بداية السؤال يا رب لماذا تقف بعيدا لماذا دا اختفي في أزمنة الضيق في كبرياء الشرير يحترك المسكين هنا نقطة مهمة جدا بتوضح معاناة الإنسان هنا بتوضح نقطة مهمة جدا بتوضح معاناة الإنسان المسكين فبيقول في كبرياء الشرير يحترك المسكين يأخذون بالمؤامرة التي يفكروا بها هنبدأ بأول جزء في الآية دي في كبرياء الشرير يحترك المسكين دي أول خطية وأصعب خطية ممكن يكون بداية انهيار الإنسان الشرير بداية التعب الناتج على الإنسان الشرير الكبرياء الكبرياء بيخلي الإنسان الشرير مش قادر يستوعب إن فيه ربنا بتخليه قادر يكمل ظلمه ومش عايش يبطله بتخليه بيكسر نفس الناس اللي معاه وحافه حياته قدامه مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وكأن البر هنا بينصحك يعني أو بيحترك الموضوع بالنسبة له متهب كان زمان يقول سفك الدم ممكن يقدر يعني يكون وسيلة الاضطهاد لكن فيه نقطة تانية عميقة جدا في ناحية الروحية وقد تكون وسيلة من ضمن وسائل العصر وهي حرق الدم وبالتالي اضطهاد قدام بحرق الدم فيه اضطهادات كتيرة بحرق الدم فيه نقطة كتيرة جدا بحرق الدم وبالتالي التعبير الجميل جدا من الكتاب المقدس فيه كبرياء الشرير يحترك المسكين يعني كأن هنا المعاناة النفسية بتاعت الشخص المسكين بتاعت الشخص البار بتاعت الشخص اللي بيحاول يكون دايما على علاقة مع ربنا أو اللي بيكون بعيد تماما عن كل خطية فبيستغرب يا رب انت ليه بتعمل كده لكن يرد هنا ربنا وبيرد بوعد فيه سكة كبيرة جدا يأخذون بالمؤامرة التي يفكروا بها وكأن هنا بيقولوا لا ما تقلقش هذا الشخص اللي هو بيحاول يدبر لك مكيدة بيحاول يأذيك بيحاول يبعدك عدو الخير أو شخص إنسان موجود بيتسلط عليه عدو الخير لا ده باللغة يعني كمثل عربي من حفرة حفرة لأخي سقط فيها وبالتالي هنا هذا الإنسان إحنا أو ربنا بيقولك هو بيصبر عليه لكن رغم كده هيقع آجل أو آجل طب ليه هيقع يعني إيه اللي يخلي واحد شرير متجبر أوي كده غير الحكمة اللي ده هي طبعا أكيد إيه ربنا هي اللي بتوقع أوي لك تعمل كل حاجة لكن هل يطرى في حاجات في نفس الشرير دوت هتخليه يقع بكل تأكيد آه لأن الشرير يفتخر بشهوات نفسه دي أول نقطة اللي يقلنا عليها من شوية الكبرياء يفتخر بشهوات نفسه أنا عملت وأنا سويت وحصل ورتم يفتخر بشهوات نفسه بس كده والخاطف يجدف بس كده يهين الرب حسب تشامخ أنفه يقول لا يطالب يعني كأنه هو بيقول كده من الآخر أنا مفيش قدي مفيش حد زي دخل في سكة الكبرياء ودي أول خطوة في السقوط هنا الجاهل قلب في قلبه لا إله ده في تعبير الكتاب المقدس هتلاقي هنا برضو بيقول لك كل أفكاره إنه لا إله كل أفكار مين؟ الشرير يبقى الآية رقم من 3 لغاية 11 دي آيات مهمة جدا بالنسبة لنا هنقرأها كلها مرة واحدة عشان نفهم قديه معاناية الشخص الشرير بينه وبن نفسه لأن هنا هو بيتأذي من نفسه هو أصح بيأذيك وبيعورك وبيتعبك لكن هو نفسه هو عنده اضطراب شخصي هو عنده حياة شخصية متعبة جدا في علاقته مع ربنا وبالتالي نتيجتها الحتمية أنه هيقع تحت يد الله القوية لأن الشرير يفتخر بشهوات نفسه والخاطف يجدف يهينه لرب الشرير حسب تشامخ أنفه يقول لا يطلب كل أفكاره إنه لا إله تثبت سبله في كل حين عليه أحكامه فوقه كل أعداءه ينفض فيه قرل في قلبه لا أتزعزع من دور إلى دور بلا سوء تشوف كل ده تفكيره وعملت إزاي الكبرياء متملك خلاص يعني صعب قوي فمه مملوء لعنة وغشة وظلما تحت لسانه مشقة واسم يجلس في مكمن الضيار في المختفيات يقتل البريء لغاية آية 11 بيدينا قلب وتصور لقلب الشرير وقلب عدو الخير ماشي إزاي وبالتالي ده مش بس واحد متكبر ده بيخش كمان في سكة الممكن يلحد يعني لا إله ده أنا هنا تحته ربنا فوق أو أنا هنا مكان ربنا أنا المسؤول عن كل حاجة هنا فكأنه خلاص وضع نفسه مكان الله وبالتالي هنا نقطة مهمة أوي بتوضح طريقة تعامل ربنا مع الإنسان دوت بيقول تثبت سبله في كل حين إيه ده يعني إيه يفضل قاعد كده بيفكر أنه خلاص كله مش هطلع ولا يقوم طب ربنا سابه ليه ده الفرق بيننا إحنا كبشر وبهن إيد ربنا وعقلياته القوية في إدارة الأمر الله بيصبر الله مش شرطي عاقب فوري مش لازم في ساعتها ينتئم يعني ما أنت بتقول طب فلان مش عارف حصل حادث مش عارف فين طب ليه ربنا ما مديش إيده واشتغل ده إيد ربنا وتفكير وهو وإرادته هو تدبيره هو كتاب المقدس بيعلمنا أنه ما أبعد أحكامه عن الفحص وتركه على استقصاء كل اللي عليك أنك تطلب ربنا تطلب معنونة ربنا وتكون واسق أنه هيتدخل يتدخل بقى إمتى دي مش شغلتك إنت يتدخل إزاي دي مش شغلتك إمتى يتدخل فين دي مش شغلتك إنت دي شغلته هو أنت عليك أنك تطلبه وتغسك فيه وهو سيتدخل سريعا لأنه هو لا يقبل أبدا أبدا بالظلم بيحاول قدر الإمكان عدو الخير أو الشخص الشغير ياخد كل أمجاده بحرق دم البار ولكن ربنا بيسند البار ربنا بياخد بإيد البار وبيسنده الآيات من 12 لغاية 18 بنبتدي بقى نوضح أو يتضح فيها وقود ربنا هنا بقى بيبتدي البار يتكلم يقول إيه كم يا رب يا الله ارفع يدك لا تنسى المساكين لماذا أهان الشغير الله كان هنا بيقوله إيه يعني إيه بقى يعني كانوا مش بيسأل مش بيقول إن ربنا اتهن الشغير ده وهنا كأنه في حالة صلاة بينه وبين ربنا فكأن الله نتيجة علاقته ونتيجة أبوته ونتيجة محبته لينا كأنه هو بيتنازل إن يسمعنا أو إن خطه كأنه هو صديق أو صاحب فبنقولكم يا رب يا الله ارفع يدك لا تنسى المساكين لماذا أهان الشغير الله لماذا قال في قلبه لا يطالب لا تطالب قد رأيت لأنك تبصر المشقة والغم اللي جازي بيدك إليك يسلم المسكين أمر هنا بقى اللي ربنا عايزه مننا أنت زعلان وطعبان ومجهد آه طب أنت بتصلي بربنا وتطلب صنده آه طب فين حياة التسليم بقى اللي أنت مفوت تعيشك في حياتك الروحية هو أنت متوقع أن حياتك الروحية أن تصلي وتدعي وتصرخ وتقول يا رب أعمل سوي أعمل أعمل لأ حياة التسليم معناها أن فيه ثقة أن حتى في عز الخبطة وفي عز الألم وفي عز المعاناة وفي عز الضربة وفي عز عدم السندة هو بيسند ده هو سندك وإنت واقع وبالتالي هو بيسمح بالأمر لكن مش معنا أنه بيسمح بالأمر أنه مش قادر على الشغير لأ ده هو عايز يصفيك ويخليك توصل أحسن شيء تقدر توصله بأنك تشتغل فيه على نفسك أو زي الدهب كده اللي بيتحط جوه النار دايما يصفى أكتر ودايما يكون عنده تجديد للأعادة مع ربنا وجوده بشكل دايم هنا بيعلمنا السيدة المسيح لقل مجد أو بيعلمنا سفر المزامير كناحية رمزية طبيعة العلاقة اللي مفروض تكون بيننا ومن ربنا في العهد الجديد في العهد القديم إدينا الأساس ليها في العهد الجديد بيعلمك حياة التسليم وكأن التسليم دوت مش بس في العهد الجديد دا ليه أشش موجودة جدا من العهد القديم بيأكد على حياة التسليم مع ربنا إنه تكون واسك في إيده واسك في شغله واسك في حياته معاك واسك إنه هو هيتدخل بس في الوقت اللي هو شايفه صح فيه وقات إحنا بنكون بنصلي لربنا ونقول له اعمل كذا 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 وبنحاول نكترق إنه ديه الوقت كمال المفروض يعمل فيه لا طبعا آه طبعا هو بيكون حاسس بمعاناتك وبيكون حاسس بتعبك وبيكون حاسس بقلمك وبيكون حاسس بدقتك ولكن هو يعلم جيدا الوقت المناسب والطريقة المناسبة اللي ممكن أنت ما تكونش بتفكر فيها ومتريش على بالك لأنه بيقيم المسكين من الطراب ويرفع البقس من المسبلة كي يجلسوا مرأسها شعبه دا شغله هو يعني مين كان يتحمل على سبيل المثال السجن بتاع يوسف اللي تسجن فترة في مصر وقعد فترة تعبان ومتبادل ويتبله عليه ويعمل 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 ويبقى فجأة كده بعد فترة بعد خلاص بقى كده ما تودك وبقي جاهز ان يعمل ده نفسيا وروحيا خلاص ربنا شافني ده خلاص دلوقتي كده جاهز ده الوقت المناسب بتاعه فالتدبير خلاص ده بيماسك الخزائن كلها يبقى هو في التوقيت المناسب طب هل يوسف كان في وقت ملوقات متوقع اللي ممكن يحصل له ده بحياة التسليم وبالفهم للشخصيات الكتابية وطبيعة تفكير الناس الروحانيين يوسف أكيد كان متوقع كده لأنه هو هنا حتى لما جات امرأة فتفارتة حاول تغريه شاب في مرحلة سن يعني شاب مراهق وعنده أكيد احتياجات جسمية وعنده احتياجات نفسية وغيرها التحبير الآية الجميلة اللي تقول كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله ده الخطأ موجه لربنا ده ربنا مش واحد شايفنا وبس ده ربنا ده جوايا ازاي أدنس الهيكل بتاعه فهنا نقعد كتير جدا بتوضح طبيعة الإنسان ما تستعجلش على أي خطوة من خطواتك ما تستعجلش على تدبير ربنا هو هيدبر الأمر بشكل أكبر بكتير جدا مما تتركعه مهم قوي إمتى إزاي فين دي بقى مش شغلتك أنت يبقى أنت عليك حياة التسليم وهو عليه التكملة بالشكل المناسب اللي يشوفه هو ربنا مناسب لنا ربنا قادر يختار في كل جوانب حياتنا كل ما هو مناسب لنا وقادر يسندنا بمعونته الكاملة وقادر يبارك كنسته ويبارك شعبه ولي ربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين باسم الآب والابن والبوحر الكدس إلى نوحة آمين